رجالة الطايرة قفلوا اللعبة ما بقناش عارفين نقول لهم ايه يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم مع كابتن هيسم السعيد اللي كان مع حضراتكم منذ قليل في الستوديو التحليلي اتكلم معاه اقول له ايه كابتن هيسم هو اللي بيطلع في كل الستوديوات التحليلية لعب الاختة والالعاب الاخرى وبالتالي هؤلاء اللعابين يستحقوا كل التحية وكل التقدير لهم منا ومن كل جمهور النادي الاهلي اللي زي ما حضراتكم شفت الكل بيحتفل بجمهور النادي الاهلي الكل بيشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد النهاردة وانبارح وكل يوم وسيظل متواجد لغاية اخر العمر اللي حقيقة هذا الجمهور الرائع والكبير حتى في كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي بيقول فيها كل التحية الجمهور النادي الاهلي اللي يستحق كل هذه البطولات فهؤلاء الرجال اللي امام حضراتكم ادروا يكسبوا كاس مصر ادروا يكسبوا دوري ادروا يكسبوا سوبر قدروا يكسبوا أفريقيا طب أقول لهم إيه طب لما نيجي نقول لهم اعملوا هنقول لهم إيه تاني ولكن هنقول لهم من السنة دي انتهت السنة القادمة أصعب وأصعب السنة القادمة أربع بطولات أخرى وقد يكون البطولة العربية إن شاء الله أعتقد لما سألت زميل نحمد رشاد قال لي في شهر 12 فبالتالي هنبقى بنطالب هؤلاء اللاعبين اللي فرقين كتير جدا جدا من الناحية الفنية عن أي فريق في مصر زي ما حضراتكم شايفين يعني الشيط الأولين يرح مننا كده مع نادي كبير زي نادي الزمالك أنت بتكسب نادي كبير زي نادي الزمالك المنافس الأول والأبرز لحضرتك أو لحضراتكم من خلال البطولات والأرقام فإن أنت تكسب نادي الزمالك بهذا الفارق الواضح فارق واضح في المستوى الفني ما بين لعيبة النادي الأهلي أو ما بين لعيبة النادي الأهلي ولعيبة نادي الزمالك في هذه المباراة اللي يمشي من النادي الاهلي يمشي اللي يمشي من النادي الاهلي يمشي ما بيفرقش معانا حاجة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي هنا في هذا الاستوديو مع الاستاذ يعقوب السعدي او مع كابتن احمد شبير مش فاكر كان عندما سئل كابتن محمود الخطيب انت ازعلان منهم انا انا مش ازعلان منهم انا زعلان عليهم عندما كان بيسأل عن اللاعبين اللي مشوا من النادي الاهلي فاحنا ما بنزعلش من حد والله يصدقوني طول ما ورانا مثل هذا الجمهور الكبير والرائع عمري ما بتفرق انا شخصيا واحد من الناس اللي عمره ما بتفرق معا مين اللي موجود ومين اللي مش موجود انا شخصيا كل الناس اللي مشت في النادي الاهلي ما بقول لهمش غير كل ما انا بحبهم وبقى قدرهم وهم حرين ولكن العلاقة الشخصية اللي بيني وبينهم ستظل دائما موجودة لانهم في الاخر لعيبة كرة واخواتي صغيرين ولكن في النهاية صدقوني انتم اللي بتخسره اللي يخرج من هذا النادي الكبير والعريق هو اللي بيخسر لا اقصد شيء والله ولكن هذه هي الحكاية هذا هو الموضوع ان احنا النادي الاهلي في منطقة تانية النادي الاهلي في مكان اخر الف مبروك لهؤلاء الرجال يستحقوا مننا كل التحية وكل التقدير ان شاء الله نحتفل معاهم خلال الاسبوع خلال هذا الاسبوع ونقدر نجيبهم كلهم معانا ان شاء الله نستأذن من النادي ويكونوا موجودين معانا عشان نحتفل بهم ونحتفل بطولتهم ونحتفل بانجازاتهم ونحتفل بتحقيقهم لوعدهم لرئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ولجمهورهم اللي قالولهم ما تتديقوش على السنتين اللي فاتوا السنة دي في اول السنة دي انا فاكر كويس جدا قالوا كده قالوا ما تتديقوش على السنة دي اللي فاتوا السنة دي هتبقى مختلفة وبالفعل موسم مختلف في كل شيء قدرنا نكسب كل حاجة قفلنا اللعبة game over ما حدش يقدر يتكلم في هذا الأمر بالنسبة لرجال الطائرة قفلنا الققل قفلنا الجيم وإن شاء الله ربنا يكرمنا فيما هو قادم بالنسبة لطائرة السيدات وفي كرة اليد وفي كل الألعاب الأخرى إن شاء الله دايما في ظهركو دايما بندعمكو ودايما حنفضل وراكو ألف ألف مبروك لهؤلاء الرجال عندنا طول الحلقة حنفضل نحتفل بهؤلاء الرجال اللي يستحقوا مننا كل التحية وكل التقدير ويستحقوا من جمهور النادي الأهلي إن هم يقفوا وراهم بجد لأن هؤلاء اللعبين رجالة النادي الأهلي أيضا عايزة أوجه الشكر لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي اللي يمكن فريق الطائرة بالنادي الأهلي ما شاء الله كل ثلاث يام الحمد لله والشكر لله بنتوج ببطولة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي جيل ذهبي لعبين كبار أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام ولعبين صغيرين في هذا الموسم الاستثنائي الكل بيقول على هذا الموسم موسم استثنائي ولكن صدقوني أنا بيقول إن ده العادي يعني إحنا لما نطلب من لعبة النادي الأهلي أو من طائرة الأهلي رجال السنة الجاية إن هم يعملوا كده فده العادي ده العادي ألف مبروكة رجالة وأول إما لقاءت تجهز يا سميل لو سمحت نحطها على الشاشة لأنه الحقيقة كلهم يستحقوا التحية وكلهم يستحقوا كل تقدير وإن شاء الله نجيبهم نحتفل بهم طوال هذا الأسبوع لأنهم بالفعل يستحقوا الاحتفال ألف مبروك لرجال الطائرة الأهلي بطلا لكأس مصر لرجال الطائرة الحقيقة أيضا تتعاقب الأجيال وتروح نجوم وتيج نجوم ولكن دائما ما يفوز النادي الأهلي ويصعد لمنصات التتويج